السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا حبيبي عاملين ايه? يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهاردة هنعمل الفول المدمس بطريقة سهلة جدا وبطعم مميز وبشكل حلو جدا وهيبقى معنا زبدة كده اللهم مبارك. اول خطوة لازم نخسل الفول وننقعه الليلة كاملة او من الصبح لبلليل علشان الفولة كده تنفش وتروح منها الكرمشة وكمان طول ما احنا نقعينه كل ما ندخل المطبخ نخسله ونغير المية عليه ونحط له مية نضيفة. اه اول اه دي كانت اول خطوة تاني خطوة هنحط له بس اضافتين كده اه معلقتين من العدس الاصفر جسلتهم كويس جدا نزلت بيهم ونص لامونة. بعد كده هغمره بالمية ممكن تغمري بمية بردة عادي وممكن تحطي له مية آآ مغلية. انا حطيت له دلوقتي مية آآ مغلية علشان يبتدي يغلي معي على طول. وهرفعه على النار كده مش محتاج معي اي حاجة بقى لبحط بصل ولا طماطم ولا توم ولا اي حاجة. هو الفول معي. انا عايزة يستوي بشكل طبيعي. اه اه طبعا زي عربيات الفول والناس اللي بتعمل في المطاعم لا بيحطوا طماطم ولا بصل ولا اي حاجة. فول سيدة كده. حطيته كده على النار اه بعد ما غلي هديت عليه النار قعد معي ساعة. ده شكل الفول معي بعد ساعة. اللهم بارك. ميته ريئة. وده علشان احنا نقعناه. وطول وقت النقع كنت بنزل بخسل المية منه. وحط له مية نظيفة. شايفين شكله? اللهم بارك. فاتح جدا. لون المية فاتح. الفول مش متأكسد ولا اسود. شايفين اللهم بارك. بعد ساعة خلاص. يعني دخل في التسوية. هنشوف من قريب كده. بقى زي ما احنا شايفين كده. مستوي. بس طبعا انا مش هطفي عليه دلوقتي. شايفين اللهم بارك. بيتفتح كده لوحده. آآ فاحنا هنسيبه كمان نص ساعة. بس قبل النص ساعة بقى اللي احنا هنسيبه فيها دي هنحط له حاجة مكونين اتنين. هيودوا الفول في حتة تانية وهيخلوه طعمه زي فول العربيات آآ اللي بنجيبه من العربيات او آآ من المطاعم. بيبقى لونه احمر كده. وكمان بيبقى المية بتاعته تقيلة. آآ ولونها آآ يعني آآ بني فاتح كده بتبقى طعا شكلها يفتح النفس. هنبتدي نجيب المكونين بتاعنا اللي هنحطهم. بس الاول هنشوف المية بتاعت الفول بتاعنا قد ايه ريئة. شايفين اللهم بارك. وفتحة علشان احنا آآ كنا نغسلينه نقعينه آآ 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 قال حاجة ناشر ساعة من بالليل للصبح او من الصبح للليل. وآآ طول وقت النقعة كنا بنغير عليه المية مرتين او تلاتة طول المدة. علشان ميته تبقى نضيفة ونتخلص من اي جازات ممكن آآ تضر القولون. آآ فاحنا آآ اخدنا مية نضيفة لونه فاتح زي ما احنا شايفين. اللهم بارك. الخطوة اللي بعد كده هنضيف بقى المكونين بتوعنا. وهم عبارة عن حاجتين موجودين في كل بيت. اول حاجة معلقة واحدة من الصلصة. الصلصة الجهزة. زي ما احنا شايفين ومعلقة من النشا. هنبتدي نضيف عليهم نص كوباية او كوباية من المية. ونقلبهم كويس لحد ما يدوبوا. وننزل بيهم على الفول بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده. آآ فايدة الحاكتين اللي احنا حطيناهم دول او المكونين ايه? الصلصة بتحمر المية بتاعت الفول تدي له لون. احنا شفنا قدي ايه هو لونه فاتح او المستوى. واحنا قلنا طبعا بفضل النقعة وتغيير المية عليه اكتر من مرة. آآ المية بتاعته كانت فاتحة. الصلصة هتدي له لون محمر كده. اما بقى النشا هيخلي المية بتاعته الريقة دي تلف شوية. وده اللي احنا شايفينه دلوقتي. بعد ما فات نص ساعة. انا حطيت الصلصة والنشا مع النص كوباية مية. وهديت على الفول وسبت ونص ساعة شايفين معي. مية الفول بقت لونها آآ وردي كده زي الفول اللي بنجيبه مبارا. وفي نفس الوقت اللي لفت معي كده وتقلت شوية. بفضل معلقة النشا اللي احنا حطيناها. اللهم بارك. شايفين المية? لونها بقى خطير ازاي? شايفين من قريب? اللهم بارك. طحفة جدا. والفول استوى وداب معي كده وبقى زبدة. شايفين? هوريكو تاني. مشكلتي. ما بعرفش امسك حاجة سخنة. السخن صعب جدا بالنسبة لي. اللهم اجرنا من النار. آآ الفول معي بقى زي ما احنا شايفين زبدة بعد ساعة ونص يعني ما تصدقيش اللي بيقولك بنسيب الفول على النار سبت ساعات او تمن ساعات او بسيبه ليلى كاملة على نار هادية. انتي انقعي الفول انقعي الصح وهو هيستوي معيك في ساعة ساعة ونص بالكتير قوي. هيبقى معيك دايب وزبدة. التزم بس بالخطوات اللي قلنا عليها ومع علاقة الصلصة والنشا بيخلوا الفول يبقى لونه حلوة جدا. وكمان آآ يلف كده المية بتاعته تبقى تقيلة وجميلة. شايفين بوريكو تاني قد ايه هو دايب. بالشوكة بس عشان مش قادرة مسك حبة الفول بايدي. سخن جدا. وكده نبقى عملنا الفول آآ عشان طبعا بقى المدارس جاية تعمليه لعشا ولادك قبل ما ينام وكده عشان يصحوا الصبح آآ للمدارس آآ آآ تمام. يا اما تعملي الصبح في الفطار قبل ما يروحوا المدرسة تعمليهم طبق فول حلوة كده. بدل ما تنزلي تشتري آآ كيسة الفول بالخمستاشر عشر جنيه عشان تقدري تعملي طبق فول حلوة لولادك يفطروا. الدنيا بقت غالية جدا. والفول عشان تجي به مبارة مش اقل من خمستاشر جنيه عشان تعملي طبق فول. فاتلي ما تعملهوش في البيت بقي متأكدة من فول المنائية كويس. وكمان غسلة ونقعية متخلصة من كل الغازات الضرة اللي بتأزي القولون. وفي نفس الوقت آآ عملتيه وبقى تحت ايدك مش مضطرة تنزلي في اي وقت او تبعاتي حد يروح يجيب. انا سبت الفول بتاعي لما برد زي ما احنا شايفين. وهبتدي اعبيه اللهم بارك شايفين لونه زي المش مش كده. آآ هعبيه في اكياس التلاجة. احط بقى كده في كل كيس على قد المرة الواحدة آآ مغرفتين. او حسب يعني ما آآ قسرتك بيكافيها. وتربطي الكيس. هو لازم آآ في المرحلة دي يكون الفول بتاعك يكون برد. شايفين اللهم بارك لونه جوه الكيس عامل ازاي? احمر جدا ومستوي وزبدة. واوعيدك طبعا لما تعمليه بالطريقة دي انك هتلاقي الكيس بعد شهر اتنين تلاتة. لما تخرجيه هتلاقي آآ لون الفول بتاعك فاتح بالشكل اللي انت شايفاه. لونه احمر وخطير كده. وما شاء الله اللهم بارك الميا بتاعته تقيلة. وزي المش مش مجرد ما هتسيبي الفول يفك. او لو انت مستعجلة ممكن تحطيه في طاصة على النار مع ربع كباية مياه وتغطى عليه على نار هادية. هيفك منك في خمس دقايق. وتعمليه بالطريقة اللي بتحبيها هيبقى معاكي كأنه لسه فريش. لسه مطلعة وده عن تجربة. انا على طول بستخدم الطريقة دي. مريحاني جدا. بجيب النص كيلو او الكيلو على حسب آآ واقوم عامله آآ مرة واحدة. وريح نفسي نفس التسوية نفس الغياز نفس كل حاجة. واركنه تحت ايدي في الفريزر. وقت محتاجه في فطار في عشا بيكون متوفر تحت ايدي. مش مضطر نزل. مش مضطر اروح اكلف نفسي واشتري حاجة مش ضمنة معمولة ازاي. آآ آآ انجزوا كده واعملوا حاجتكم في البيت بنظافة. صدقوني والله آآ يعني آآ ممكن آآ تعملي الحاجة وانتي آآ بنفس كده آآ بتعمليها عشان ولادك وحبايبك. وكمان يعني مفيش حاجة بتتعب. احنا آآ بنبقى حابين نعمل الحاجة لأسرتنا آآ بمنتهى النظافة وكمان بحب فبتطلع معانا اللهم بارك زي ما احنا شايفين بالشكل الامر اللي احنا شايفينه ده. آآ آآ اران نصحكم تجربوا طريقة الفول مدمس بالشكل ده. وآآ ده كده آآ تجهيز من تجهيزات المدارس. اتمنى النهار ده يكون الفيديو البسيط ده نلقي عجابكم. ولو عجبكم الفيديو. واول مرة تشوفوا قناتي. ياريت تشتركوا في القناة. فضلا وليس امرا. وتفعلوا الجرس على الكل. آآ تعملوا شير كتير علشان الكل يستفيد. آآ تدعموني بلايك وشير وكمانت حلو زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.